اشهد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات التاريخية البحرينية المصرية وما تشهد من تقدم وازدهار كأنموذج في الأخوة والتلاحم والعمل العربي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي حوار صحفي مع وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية ثمن معاليها النتائج المثمرة لقمة الأخيرة بالقاهرة والتي جمعت قيادتي كل البلدين وذلك في تأكيد على الحرص المتبادل على توطيد أواصر التكامل والشراكة الاستراتيجية وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انعقاد أعمال القمة العربية بالمنامة في مايو المقبل في التزامهما في حماية الأمن القومي العربي ودعم الحقوق والمصالح العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكشف معاليه عن حرص البلدين عن رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية مشيرا إلى ما يوليه البلدان من اهتمام كبير بتعميق الشراكة التنموية من خلال حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أكثر من ثمانين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثنائي هذا وأشهد معاليه بالإصلاحات الاقتصادية الرائدة التي تشهدها مصر إضافة إلى ما تتمتع به من استقرار أمني ومشروعات تنموية عملاقة وفرص وحوافزة تشريعية وتجارية وجهود لجذب الاستثمارات مشيرا إلى وجود 216 شركة بحرينية عاملة في السوق المصري برأس مال يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار كما أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على استمرار التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي والأمني بين البلدين الشقيقين في إطار رؤية دبلوماسية مشتركة ومتطابقة تسعى لحماية الأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك ومجددا التأكيد على تقدير مملكة البحرين للمواقف التاريخية المشرفة لمصر في مساندتها لأمن الخليج العربي وعروبته وحول انعقاد القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين أكد معاليه اعتزاز المملكة باستضافة القمة في دورتها الثالثة والثلاثين وتمنيتها بالخروج بقرارات ونتائج مثمرة تدعم الجهود المشتركة إزاء التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المتزايدة هذا وأعرب معاليه عن تطلع المملكة للدفع بمسيرة التعاون والشراكة التنموية والاقتصادية العربية وتذليل جميع العوائق أمام حركة التجارة والاستثمارات ومؤسرة التنسيق والشراكة الدولية في حماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر وتحقيق الأمن المائي والغذائي ومختلف أوجه التضامن والتكامل بما يلبي تطلعات أمتنا العربية الواحدة في الرخاء والوحدة والازدهار والتنمية المستدامة تبحثنا في عدة مجالات منها التعاون الإعلامي ودعم دور تبادل التدفق الإخباري بين الطاهرة والمنعمة بشكل مباشر وبهذه المناسبة عبرنا عن ثقتنا في أن القمة العربية القادمة بإذن الله ستحقق نجاحا كبيرا وتستطيع أن تتخطى بالأمة العربية المرحلة العصيبة التي منعيشها نتيجة الصراع في غزة والتساع دائرته بحكمة ملك البحرين جلالته والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر